اشتركوا في القناة متمكنة ووعية لكل الأزمات اللي مرينا ولسه بنمر بيها حقيقي كل التأدير والعرفان ومنتظرين المزيد من الخطط والرؤى المتزنة اللي بنتقدم بيها كل يوم خطوات كبيرة لمستقبل واعد بأمر الله تحية لشرطتنا المصرية على الجهد العظيم اللي بيقوموا بيه في حفظ الأمن الداخلي للمواطن والتعب والصهر في كل شارع في مصر لتطبيق الحظر بأفضل شكل وصورة وتحية لشهداءنا من رجال الشرطة المصرية اللي ضحوا بأرواحهم في داء للوطن تحية من القلب صادقة للجيش المصري العظيم على كل شيء بيقدموه حفاظا علينا وعلى الوطن وعلى الأرض وعلى مصري الغالية وعلى أرض مصري الغالية المحفورة في قلب كل جندي مصري وممزوجة بروحه واللي بتشكل عقدته الراسخة بعد ما أقسم أنه يفدينا ويفدي بلده بروحه ودمه شهداءنا في القلب وعمرنا ما هننساهم أبدا وخاصة البطل القائد الأسد الشهيد أحمد صابر منسي ورجاله المخلصين من الشهداء اللي سوشهدوا في ملحمة البرس بعد ما انتصروا ومنعوا الكلاب التكفريين من الاستلاء على الكمين ورفع يعني علمهم ومنعهم من رفع علمهم على الأرض الطهرة احنا بنقول لكل واحد من اسمه نصيب بس الأسد أحمد المنسي ملوش في اسمه نصيب لأن عمره ما هيتنسي هيفضل في قلبنا وجوانا جوانا مدى حياتنا الشهيد أحمد المنسي احنا معانا مداخلة النهاردة من زوجة الشهيد البطل أحمد صابر منسي السيدة العظيمة منار منسي أهلا وسهلا بحضرتك يا فند أهلا وسهلا يا فند بحضرتك وكل عام وحضرتك بخير ومصر كلها بخير يا رب كل سنة وحضرتك طيبة حضرتك طيبة وأسرتك الكريمة وأولادك أولاد البطل المغوار اللي عمرنا ما ننسى أبدا وهيفضل في قلبنا إلى يوم القيامة آمين يا رب والتانية ملحمة تدرس لأولادنا وأحفادنا إلى يوم الدين الحمد لله طبعا يعني مسلسل اختيار واللي جسد شخصية البطل المغوار أحمد منسي يعني أسعدت كل بيت مصري رغم المأساة اللي كانت في الحلقة الأخيرة لكن بردت قلوبنا مبارح بعد إذاعة مشهد الخاين العميل الكلب هشام عشباوي شعور حضرتك إيه بعد ما شاهدت الفيديو ده يا فند والله يعني يمكن كنا كلنا أصب بنطالب والله قبل الحلقة الأخيرة بفترة كلنا بنطالب بإذاعة المشاهد يمكن بتاعة الإعدام أو مشاهد عشان نحس إن إحنا كده يعني خدنا بطرنا سبحان الله لاشا ماتتا في الموت طبعا فحدش يتمنى إن نشوف حد بيموت قدامه بس بجد لما يبقى إنسان عمل كل ده في دنيته فعلا أقل واجب إن إحنا يعني عايزين نشوفه بقى نشوفه بعيننا عارف لما نشوف بعينك بترتاح حضرتك يعني فأنا بتهالي طبعا إن المشاهد دي ممكن بعد كده نزلة مشاهد برضو على وسهل التواصل يعني للإعدام وكده أو لحظات الإعدام أسلجت صدور معظم الشعب المصري إن لم يكن كله وخصوصا طبعا أهالي للشهداء يعني أنا فخور جدا بمدخلة حضرتك إن معايا يعني زوجة بطل عظيم المنسي عمره ما يموت في قلوبنا وهيفضل معانا وحضرتك يعني أخلاقك عالية جدا زي أخلاق البطل المغوار اللي تناه صامد على الأرض وقال مش هنروح يا إما يعني ننتقم يا إما نموت زي إخواتنا على أرض المعركة أنا فخور جدا إن حضرتك موجودة ومنين يا فندم على أولاد البطل وحضرتك وشعورهم كمان وإزاي عاشوا الحالة الأخيرة الحمد لله والله الحمد لله كلنا بخير كويسين ربنا بيصبر فعلا بيدي القوة لا طبعا كلنا كنا منهرين في الحلقة بتاعة الاستشادي الحلقة 28 بالرغم أن جالي تحذيرات كتير يعني يمكن من بيتر ميمي حتى نفسه المخرج أني بلاش أتفرج وخصوصا أهالي الشهدة بالذات وكان هاموا عليهم يعني إلا أن أنا حاولت مع حمزة قبلها ابني ومع ذلك أصر أنه يشوف انهارنا طبعا كنا متخالي أن احنا خلاص يعني عيطنا كتير في الواقع وفي الحقيقة وخلاص يعني جفت الدموع ولكن طبعا لما شوفنا الرؤية حاجة تانية انهارنا كلنا وبكينا ومصر يمكن كلها بكت حمزة بالذات كان سيبت بقى من العياط والانهيار والبكة ربنا يحمي يعني ويحفظه هو قوي بس هو كان تحس أنه قاعد كده متنشن عارف اللي هو بيغلي بيغلي فيه مش بكة بس تأثر بس عارف بيغلي فيه كده جواه سقر يعني عارف بيقولي يا ماما أنا نفسي أشوفهم نفسي أشوفهم فبقول له حبيب بابا في الجنة وصحابه دول كلهم في الجنة وإن شاء الله هتشوفه في الجنة وقال لي لا أنا مش هقصدي على بابا وصحابه فطلع في الآخر أصده على التكفرين دول أنه هو شايفهم طبعا في المشهد زي ما شوفنا بأعداد كتير جدا عملين بيحاولوا أنهما يموتوا يعني الجيش وكده فطلع أصده بقى على التكفريين وعايز يشوفهم تخيل وصلت بالطفل ده لحد إيه طبعا أكيد أكيد جواه وعايز يشوفهم عشان يسأر لولده يعني عشان ياخد بطار بابا يعني جناته كلها وطنية يا فندم ولو جنب حضرتك أنا سمعت له مدخلة عنده روح الانتقام من التكفريين لو جنب حضرتك ممكن أكلمه لا والله مش جنبي أنا طيب يا فندم ربنا يصبر حضرتك ويصبرهم عمر المنسم هيموت هيفضل جوانا جوا يعني عقدتنا وإحنا بنعلم الكلام ده لأولادنا مصر والعالم العربي تقريبا يعني شافوا المسلسل تحية للمخرج بيتر ميمي والبطل العمل أمير كرارة اللي جسد شخصية الأسد البطل المغوار ويعني تقريبا حسسنا هده إيه يعني إحنا شعب طيب بالفطرة وبننسى علشان ما ننساش اللي عملوه الجبناء في أخواتنا اللي بيحمونا وإحنا بننام بسببهم آمنين ومطمأنين في بيوتنا الحمد لله يعني إحنا كلنا مع حضرتك ويعني كلنا يعني جنب حضرتك وكلنا يا أخواتك طبعا ما حدش هعوض وجود الشهيد البطل أنا بتمنى لحضرتك عيد سعيد وسط أولادك الأبطال وحضرتك كمان عندك دور بطولة لا يقل أبدا عن دور الشهيد المغوار إن حضرتك هتربي جيل يعني قادر على يعني رؤية الواقع والوطنية الشديدة يا رب ربنا بارك في حضرتك وأنا فخور بحضرتك وشكرا جزيلا على المداخلة من حضرتك وكل سنة وحضرتك طيبة بكرة العيد وكان لازم حلقة النهاردة نعيشها في فرح رغم المكالمة دي اللي برضو يعني أخدتني شوية معلش أنا بعتذر لكن لازم كنا نشارك يعني الأستاذة منار منسي ورئيس النهاردة قدم كمان التحية للقوات المسلحة وطبعا حضرتكم يعني إحنا دخلين طبعا على العيد يعني إحنا طبعا طالما بنعيش الحالات دي برضو كان فيه في القوات المسلحة عملية وبرضو صفه مجموعة من التكفريين والشرطة المصرية الجيش والشرطة كانوا في ملحمة برضو في سينة علشان يقضوا على جزء من التكفريين إن شاء الله يعني مصر تكون خليها من الارهاب قريبا وتكون خليها من هذا الوباء والبلاء وربنا يرفعوا عننا نلتقي بعد الفاصل وفقرة فنية يعني بخصوص العيد وكل سنة وحضرتكم طيبين ابقوا معنا خليك في بيتك بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر